اشتركوا في القناة الازواء والازواء لقبله طبعا متأثرا بنتائج أرباح الشركات مثل أثبت وتسلا يعني تسلا تراجعت 12% وهذا طبعا أثر بشكل كبير على أسواق الأسهم بما يخص أسعاد فائدة فطبعا هذا يعني كان متوقع من المرجح أن بالفعل نشهد خفض بنسبة 25 نقطة أساس في شهر سبتمبر ولكن بعد بيانات أمس التي صدرت عن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي شهدنا فيها قوة كبيرة حتى بايدن صرح وقال أن هذه يعني تؤكد قوة الاقتصاد الأمريكي فالآن الأسواق تختلف هل سنشهد 25 نقطة أساس لتخفيض أو تقليص أسعار الفائدة بشهر سبتمبر أو سنشهد أعلى من ذلك ب50 نقطة أساس طيب سيدة نادية بناء على أسعار الذهب هل هناك قمة قياسية جديدة قد تسجل ما هي هذه القمة؟ طبعا القمة الجديدة التي ننتظرها أو ينتظرها المستثمرون بشكل عام هي 2500 طبعا هذه الأرقام ممكن أن نشهدها بس قبل اجتماع المقبل السبتمبر وبعد شهر سبتمبر بعد تخفيض أسعار الفائدة ممكن أن نشهد قمم أخرى مثل 2600 أو 2700 أو 2700 بنهاية السنة أو بداية 2025 ولكن المحرك الرئيسي الآن هو البيانات التضخم واليوم ننتظر بيانات أسعار المستهلكين التي ممكن بالشكل كبير تؤثر على تحركات الذهب ممكن أن تدفعها إذا كانت هذه البيانات عن جد منخفضة أو تؤكد أن التضخم بدأ في الإنخفاض أنتقل للحديث عن سوق العملات المشفرة هناك تذذب حاج شهدناه مؤخرا بالتالي هل يعكس هذا التذذب زاوية معينة فيما تعلق بموثوقية هذه العملات وكذلك على مستوى البيتكوين هل ستصل لمستويات 100 ألف دولار مثلا؟ يعني نعتقد أن البيتكوين ستصل إلى هذه المراحل القياسية لأن العملات المشفرة بشكل عام تتجه أو تتداول بموجات أول موجة تكون أرقام سعود نشهد نزول أو هبوط حاد وسلف حاد ولكن نرجع أن نشهد مستوى قياسي جديد وهذه كذلك السايكل الذي نراها في كل تداولات البيتكوين حتى إذا شهدنا كلما البيتكوين يرى مستوى جديد أو مستوى قياسي جديد يرجع أن ينخفض بشكل كبير ولكن يرجع أن يرتد إلى مستوى قياسية أكثر من هذا المستوى وكمان تم فيه موافقة على صندوق التداول المستثمرين من قبل هيئة الأوراق المالية كمان في أمريكا للإثيريوم وذلك كمان عزز من تداولات البيتكوين فممكن أن نشهد لكن هذا التذبذب الحاد الذي تسجله العملات المشافرة كيف يمكن أن يقرأ فيما يتعلق بموشوقية هذه العملات؟ يعني طبعا في الكثير من العوامل تؤثر على البيتكوين حاليا خصوصا انتخابات الأمريكية يعني كان متوقعين أن ترامب أدمنستريشن ممكن أن تؤثر بشكل إيجابي كبير على العملات المشافرة والآن كمان من الديمقراطيين كمالا هاريس ستدخل هذا المؤتمر وكمان يعني عايزين أنهم يشوفوا أكثر عدد من المتابعين والمتدولين البيتكوين أن يكسبوهم في الانتخابات فممكن أن نشوف زخط كبير على العملات المشافرة فيما يتعلق بأسواق أن نخطبين المواشرة الاقتصادية الإيجابية التي تحدثنا عنها على المستوى الأمريكي وتذبذب على مستوى الاقتصاد الصيني بالدرجة ولبرايك ما هو النطاق السعري الذي قد تتحرك لديه الأسعار؟ وهل هناك تدخل محتمل من أوبك بلس مثلا؟ طبعا شفنا بيانات صينية مخيبة للأمال وحتى مع تحفيزات من البنك الصيني ولكن لسه في عندنا بيانات ضعيفة وتنعكس بشكل كبير على المؤشرات الصينية أيضا وطبعا غير عن الانتخابات وترامب أدمنستريشن التي أيضا ستؤثر على الصين فطبعا كل من هذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط لذلك كنا نشهد أكبر خسائر للنفط في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي ولكن شوية أبتك رأيناها يوم أمس بعد مغزونات نفط الأمريكية التي جاءت مرتفعة نوعا ما ضعف التوقعات وذلك أدى إلى ارتفاع النفط يوم أمس هل من المحتمل أن يكون هناك تدخل لأوبيك بلس باختصار؟ باختصار يعني الآن الأسواق كلها مسعارة أن أبتك بلس تخفض الإنتاج إلى 2025 بس 2 مليون برميل هل سيكون فيه أكثر من ذلك؟ سيكون قرار مفاجئ ولكن ننتظره في اجتماع أبتك بلس المقبل إذن سيدة نادية البلاسي محللة أسواق مالية كنت معنا شكرا لك شكرا عبدالعزيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة